طبعا انت الحين صير ملك الذهب والاستثمارات ما شاء الله ما في والله ذلي من ورائنا يعني ما شاء الله عليك والله لا انا في خبر يعني غير صحيح وتم الابلاغة علي انه في انا انه كني داخل باستثمارات لا علاقة بالذهب او العقار انا يعني هل دخلت؟ تعال تفضل نروح لا 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 انا ما عندي اي نشاط استثماري أنا طبعا خبيرة يعني عبود بنروح لها ما عندك اي شيء اي نشاط استثماري ولا شيء قاعد تصرف بس ها؟ لا يعني هما قاعد يستغلون يعني صورتي والأمج والنجومية اه اوكي صباح الخير مريم فيك هاني اهلا اهلا ايسا صباحك كيف حالك اه يعني هل فعلا افضل استثمار هو الاستثمار بالذهب؟ اكيد اكيد احسن استثمار هو استثمار الذهب بغض النظر شو ما كان ان كان قطع مشغولي او غير مشغولي اسمه استثمار امام كيف اختار القطع المناسبة للاستثمار يعني في قطع انا لبسها يومية او قطع حفيفة بس ايش القطع المناسبة انه استثمرها او اشيلها عندي الفترة طويلة هلا دايما منفضل اذا بدك تاخدي قطع للاستثمار بدون خسارة ما بده تكون القطع مشغولي ابدا يعني اقل خسار ذهب خالص اللي هي منحكي عن السبايك منحكي عن الانصات عن الليرات اللي هي عندها مصنعية اجور كتير قليلة ما بتخسر عند المبيع واهم شي يكون عندك سهولة التصريف يعني ما مناخد مثلا منتجمد المصاري بسبيكي وايام نحتاج لمبلغ صغير لا منفضل مناخد اي بتضطر حتى طريقة بيعة اصعب ما انك تاخد القطع الصغيرة اللي هي منحكي نحنا عن الانصات ومنحكي عن الاراق كيف اسعار الذهب مع بداية كورونا الى الان كيف تشوفين اسعار الذهب ثابتة مستقرة فيها نزول فيها لا على تساعد على تساعد على تساعد تساعد بالصعود يعني اللي مسلا بنعتبر 18 والا من الاربع وعشرين والست اجزاء هنا البقاية هي المعادن المضافة اللي هي بتميز الذهب الاصفر عن الذهب الابيض بس اجمالا سعر الذهب هو سابع ايش جايب معاك اليوم تقولين ايش ينفع الاستثمار او ايش اللي ما ينفع مثلا اللي حكينا عنه انه اهم الشي يكون ناخد القطع لي ما فيها شغل كتير وما فيها حجار كتير قويه هذا ليش يأثر على سعر هذا الشغل الكثير والاحجار ليش يأثر على سعر الضهب لانه في قطع في قطع بتاخد ايام مثلا شغلة يوم في قطع بتاخد عندك خمسة عشر يوم عشر تيام هيدا هي اللي بتزيد بمصنعية القطع تزيد بالمشترة ولكن تخسر بالبيع اكيد خسارة بالبيع اي اي خسارة بالبيع سعر الذهب سابع بس اللي بتخسر عندك هي المصنعية جور الشغل اصلا حتى اتوقع اذا جيتت بعينها انه اذا فيها كثير فسوس وكذا يشيلون سعرها يعني هما صحيح اكيد مثلا مثل عندك هيدا القطع بتقدر تستفادي منها اه ما فيها عندك حجار منضافي لها وبنفس الوقت هي ذهب صافي ما عندك معي خسارة غير اجور الشغل وبنفس الوقت انت استثمرتيا كأيمي للذهب بوقت الحاجة عندك هيك قطع اي اكيد خسارتها الحجر اللي فيها اوكي بس بالنهاية بتفكري دايما ان هي قطع حلوة اوكي قد ما يكون في خسارة بالنهاية عندك استثمار بالقطع الماس اللي ينضاف القطع هو يخسر يعني في اله هلأ اذا فيك حال كان الماس لا ما كتير خسارته متل زير كون الحجار اللي لي ما عليها ايمي للحجار العادية بس لالماس ايمته فيه اكيد اوكي فعنا هيدول القطع عليهم بشغلة منية حب رح تخسر فيون اذا كان في حال اوكي اوكي اي في عنا هيدول القطع كمان اوكي في عندك خسارة الحجر الكبير وحجر اللي حواليني اللي اللي القطع في عندك هيك قطع بنفس الوقت انت استفدت فيه كموديل حلو اوكي وبنفس الوقت كيلو اوكي بصافي حالا ما عنديك خسارة غير مصنعية القطعة طيب بعض رحيان روح البراند وندفع يعني انه كثير ويقولون لك ذهب والماث ومدريش بس لما جين تبيغينها تخسرين فيها هل انتي تنصحين انه مثلا هذي القطع اللي نشتريها بألافات انه تكون انه استثمار لو اشتريناها من السوق العادي هلا هي اذا انتي خلاص اتجاه كل اتجاهك براند بديك تدفعي براند اوكي لا بس ما يعتبر استثمار لا لا يعتبر اذا بديك تاخدي كاستثمار بديك تاخدي بعيارات الـ 21 والـ 24 اللي حكينا هني سباك بس اذا بديك تاخدي انه بدنا ناخد قطعة لأنه براند خلاص انتي حابي القطعة بديك تشتريها بغض انه انسي موضوع الخسارة نهائية ما تفكري فيها طيب ايش الفرق بين يعني عيار 14 او 18 او 24 يعني طول عمر يحس انه 24 احسن شيء لانه اتذكر امي لما نجي نشتري ذهب تقول 24 انه اوكي هي نسبة اجزاء الذهب ذهب اوكي في حال اخدتي 14 هون عنديك مصنعية زيادة هلا كتير عم بيروجوا على بس هل في 14 هذا حسن جديد ولا ايه جديد هلا ايش لانه في ناس بتحب انه بده تاخد قطعة ضخمة كبيرة وبنفس الوقت ما تدفع سعر عالي بس بنفس الوقت انتي عم تخسري مصنعية الاجور دبل عن ال 18 دايما نحن مفضل ال 18 وال 21 لانه لسهولة البيع لاجور قليلة واكيدي اجور ال 18 هي اكتر من ال 21 نعم اه كيف برايك انه الناس تتأكد من الذهب هذا يعني حقيق ومش مخصوصين تروح مثلا اي شوق ذهب اول شي بده تفكي تنتبه على الختم القطعة الختم الختم هو اهم الشي والضمان اللي بيقدمه المحل اللي احنا هيدا اهم الشي الضمان وبعدين في اشياء تاني ان كان حمض النيتريك ان كان مساء اذا بتحط قطعة الظهب بيكون الختم يعني انا بعض الحين ما عرف انه اه بيكون الختم هوم هي دولا مجهرة اي اكيد يعلم في اشياء بتكون واضحة في بعض الاختام بتكون واضحة وهذا ما ينغش عادة لا خلاص اذا عطاكي بطاق الضمان خلاص ما راح ينغش بس نتذكر يعني نروح سوق الذهب ولنشتري ذهب اسم لا في بطاقة ضمان اهم اهم الشي الفاتورة اهم الشي طيح احنا نشكرك شكر الجزيل ويعطيك الف عافية ان شاء الله تجمعنا فك لقاء احنا راح نفرفرة بالسوق اي عبارة 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 هذه الجملة كن ديما اسمعها لما نروح سوق الذهب خاصة اتشوفهم هنا وهنا و هنا بتقول بروح اخذ لفة أرجع لكم. هذه برايك تصريفين؟ أو لا تكاسرهم إذا ما وافقوا أن ما وافقوا يعطونها الساعة أنا ماشية فتطلع لين عند الباب بأنه يرجعونها يا أنا. تعالي بآخر لحظة. تعالي بآخر لحظة. نحن نقول للجميع نتمنى لهم استثمار ناجح إن شاء الله.